توقعات اللبنانية ليلي عبداللطيف تحظى باهتمام لافل شخاص في مختلف دول العالم العربي وتلقى التنبؤة التي تدلي بها في قناتها الرسمية اهتمام كبير من الجمهور وخرجت العرافة ليلى عبداللطيف عن صمتها وكشفت عن توقعاتها للأسبوع المقبل محذرة من كارثة وداعية الجميع لأخذ الحيطة والحذر مما سيحدث وتوقعت ليلى عبداللطيف هزا ارضية في احدى الدول العربية ولمحت انها تقع في قارة افريقيا وزعامت ان تشهد بعض الدول في قارة افريقيا انقلابات عسكرية وغير عسكرية وستندلع حرب اهلية في بعض تلك الدول وستنتشر الاوبئة وقالت ان تركيا ستعود لا قلب الحدث من جديد من خلال احداث مؤصفة في احدى المدن التركية مما سيؤدل حصول فوضى وبلبلة كبيرة والجيش التركي يتصدى وفي سياق اخر قالت انه سيكون هناك بعض الحشود الغاضبة من الجيش اللبناني بشكل كبير واستطردت بان موظفي مطار رفيق الحرير الدولي في قلب الحدث اذ سيشهد المطار فوضى تنجح جهود رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت في انهائها والتوصل الى حلحلة وثارت توقعات ليلة عبداللطيف بلبلة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وتمنى المتابعون عدم تحققها